باستعراض النشاط الرئاسي بالأمس أجرى سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي مع نيكاس خريستو دوليدس وهو الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية قبرص وده كان لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص في الانتخابات الرئاسية اللي أجريت يوم 12 فبراير الجاري صرح في هذا الإطار المستشار أحمد فهمي المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بنصيات الرئيس أعرب خلال الاتصال عن التمانيات لرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة كبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعيدة وأكد الرئيسان خصوصية علاقات الصداقة المصرية الكبرصية ومتنتها والتي تأسست على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة فضلا عن استنادها لإرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني وأيضا النموذج الحضاري الممتد بين البلدين مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة الكبرصية الجديدة بما يخدم تطلعات وأمال شعبي البلدين ويصهم أيضا في تحقيق الاستقرار والأمان والتنمية والرخاء في الجوار الإقليمي وعلى الساحة الدولية أضف أيضا متحدث رسمي أن الرئيس أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرصي المنتهي ولايته نيكوس أنستاتيادس لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال السنوات توليه لمنصبه وتمنى له كل التوفيق والسداد مستقبلا اشتركوا في القناة